حيانه النهاردة شوارع بلدنا كلها عنوانها واضح الشعب والقيادة السياسية صف واحد ويعني كل اللي كان في بالنا كل الأيام اللي فاتت 13 يوم اللي فاتوا منذ القصف على غزة وعلى أهلينا في فلسطين هي مسألة دعم القضية الفلسطينية والحقيقة إحنا كلنا تولدنا كل بيت مصري يعلم أن هذه القضية هي قضية محورية وقضية مركزية وقضية شعبية قضية القضايا كما أسماها سيد رئيس عبدالفتاح السيسي إعلان سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أمام العالم أنه لن يسمح أبدا بتصفية هذه القضية القضية الفلسطينية ولن يقبل أي مصري بتهجير الفلسطينيين إلى مصر الحقيقة هنا الحديث مش علشان إحنا مش عايزين إخواتنا من غزة يكونوا موجودين في مصر لأنه مصر فيها ألاف عشر مليون ضيف موجودين من مقتلف الجنسيات لكن المسألة هنا وزي ما قال سيد رئيس عبدالفتاح السيسي مختلفة مرتبطة بتصفية القضية الفلسطينية للأبد وتهجير ويعني فرض أمر واقع على إخواتنا في غزة لإبادة جماعية وقصر يعني حقوقهم رد الفعل الشعب الحقيقة بالنزول للميادين كان واضح النهاردة وكأننا بنقول للعالم كله وبنوصل صوتنا للقادة السياسية واللي سيد رئيس عبدالفتاح السيسي إنه إحنا معاك يا رئيس إحنا كشعب نعي تماما عندنا قدر كافي من الوعي إنه الأرض اللي تروت بدماء أبناء هذه البلد سواء في محاربة الإرهاب سواء علشان يستردوها من الاحتلال عمرنا ما هنفرط في شبر من بلدنا وبالتأكيد مش هنفرط في حق إخواتنا الفلسطينيين نفاوض سيد رئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ أي قرار يحمل أمن القومي المصري ويحافظ على حق الشعب الفلسطيني ده كان لسان حال المصريين النهاردة من القاهرة الإسكندرية لمحافظات الدلتة لحد الصعيد مشهد الشوارع الحقيقة يحسسك قد إيه الشعب ده واعي فاهم يقف خلف القيادة السياسية يعي تماما القرارات الحكيمة والدور المصري الكبير اللي بتلعبه هذه القيادة السياسية على كل المستويات بتداء من المستوى الدبلوماسي لوقف التصعيد على المستوى الإنساني وما يحدث من يعني محاولات لإغاثة أهلنا في غزة أكيد حضراتكم تتابعوا الشاحنات اللي مصطفى أمام المعبر وولدنا اللي شكلهم يفرح الحقيقة اللي قاعدين بيرتبوا الأولويات في دخول المستلزمات والإغاثات لأهلنا في غزة وصولا لدعوة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي للعالم لقمة السلام غدا في القاهرة في العاصمة الإدارية الدول اللي أعلنت المشاركة هم 31 دولة وبدأ توافد قادة وزعماء مجموعة كبيرة من هذه الدول الهدف المعلن والأساسي والواضح هو وقف التصعيد الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني الحقيقة ندي العقيدة المصرية الثابتة على مر يعني 75 عام من هذا الاحتلال الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر